العملية السياسية قد وصلت إلى غرفة الإنعاش وبالتالي أكثر ما نحتاج في هذا الوقت إلى نفس صناعي يمكن أن يعيد الروح لهذه العملية السياسية لا زال سيد مقتدى الصدر متمسك لحد هذه اللحظة بقضية الأغلبية ولا زال الإطار يعتقد أنه يجب أن تكون توافقية أمام هذا المشهدان وهذا السيناريوهان الذي كل واحد يعتقد أنه الأصلح للمرحلة المقبلة يجب أن يكون هناك فعل وسطي يحرك الجمود ما بين الرؤيتين أعتقد أن السيناريو الأكثر قبولا هو أنه ستكون هذه الأغلبية بنكهة توافقية بمعنى أن الكل بعد ذلك يمكن أن يقبل الآخر حتى لو جزء من هذا الإطار الذي سمعنا أنه حتى كلام السيد كان هذه العامر قبل تقريبا شهر كان واضحا هو تطرق إلى قضية المفهوم المعارضة وهذه تحسب بأنه هو قبول ضمني بمبدأ المعارضة إن كانت هناك معارضة حقيقية لا معارضة تقويضية من شأنها أن تعطل العمل المسار الحكومة وبالتالي أعتقد أنه سيكون هناك مخرجا وهذا المخرج يجب أن تقبله كل الأطراف سواء من الإطار أو التيار وبالتالي بعد ذلك لنؤسس مفهوم هذه المعارضة لتبدأ بها القوى الجديدة والناشئة ولتهيئ نفسها لهذه المعارضة التي تبدأ بنواد جديدة وبعد ذلك يمكن أن نقول هناك معارضة حقيقية خلال خطة خمسية أو عشرية خلال السنوات المقبلية بالتالي أعتقد أن حراكا سيكون سريعا خصوصا إذا ما استشعرنا وفهمنا أن المحكمة الاتحادية لحد الآن لم تسأل بهذه القضية إذا بقت هذه المماحكات والتجاذبات السياسية ما بين الكتل أعتقد لو سؤلت المحكمة الاتحادية في هذا ستة أشهر دخلنا بالشهر السابع بالتالي سوف يكون لها لرأي الفصل في هذا وتكون بذلك الفتوى من المحكمة الاتحادية منزمة للجميع وبالتالي الكتل ستتسارع لرؤية حال وسط كما أسلفنا قبل قليل وبالتالي يمكن أن يطبق هذا المشهد خلال قوادم الأيام نعم أجد التحية بكم ضيوفنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر